اشتركوا في القناة هل عليك الأمور بإذن الله بعملية الحفظ وهي الفيديو عندك وهي الملخص عندك وبعدها انتقل على بنك الأسئلة بإذن الله بإذن الله رب العالمين وهتكون حاصل على 200 من 200 إذا اعتمدت أسلم معين في الحفظ والفهم قبل الحفظ تمام تمام طبعا أستاذ دوسيتك هل هي موجودة في المكتبات لا دوسيتك بتخذها عن طريق الواتس أب وبعت لك إيها الواتس أب وبعد ذلك أنت بتتجه فيها على أي مكتبة تطبعها ويفضل تطبعها ملون عشان تعرف الأسئلة من الأجوبة وتعرف المواضيع المهمة وتعرف الأسئلة تحت الصور أسئلة كذا يعني فيه شغلات بالألوان بتبين أكثر من أبيض وأسود تمام تمام طيب أستاذ اليوم احنا عندنا في أطول درس في الكتاب أي نعم هو أطول درس ولكن مش أصعب درس درس سهل جدا بإذن الله حتى الحسابات التي تتعلق بهذه الوحدة رح نشرح لها حصة كاملة اللي هي التجربة الاستهلالية اللي هو رح يبين لك سرعة التباعد بين القارات أو سرعة التباعد بين الصفائح وهتجربة سهلة تعتمد على أبسط قانون من قوانين الحركة وهو السرعة تساوي المسافة على الزمن بسيط جدا وبعض التحويلات من كيلو متر إلى سنتيمتر وإلى آخره طيب أستاذ هل المادة تحتاج إلى وقت طويل بالدراسة؟ لا ما تحتاج إلى جزائيك أنا قلت لك عندك هالفيديو أعظم فيديو وأعظم درس نزلنا على جزئيتين فقط لغير وقد يكون ثلاث أجزاء وثلاث أجزاء لا يتجاوزوا الثلث ساعة أو النصف ساعة طيب أنا هاي عندي الجزء وعندي الملخص كل يومين بحط لحالي فيديو معين بدرسه بعد ما أخلصه بدت جهل الحفظ طيب يا أستاذ أنا من جديد ها وهاي المشكلة اللي الآن بعاني فيها يعني احنا وصلنا شهر عشرة ولسه منعاني بأنه طلاب الآن أصبحوا بدهم علوب أرض ما بدهم أحياء أو كيميا أو فيزياء شو بقوله؟ بدك تضاعف جهدك إذا هذاك بدرس كل يومين ثلاث فيديو أو فيديوهين أنت بدك تدرس كل يوم فيديو كل يوم بدك تحفظ لك صفحتين ثلاث من الملخص واحنا الملخص كله على بعضه مع حلول الأسئلة ومع كتاب الأنشطة يا دوب لا يتعدد 79 صفحة يا بلاش أعطيني مادة بالتوجيه ها بالتوجيه مثل تاريخ أردن ولا دين ولا مواد سهلة جدا تصل تلخيصها إلى 70 صفحة و80 صفحة بنوك الأسئلة كلها بعضها 100 صفحة يعني الفصلين كلهم على بعضهم الفصلين يا دوب يطلع 150 صفحة ملخصات بالإضافة لحلول أسئلة الكتاب وأيضاً ها وأيضاً كتاب الأنشطة فبدنا هم منكم بدنا تعب بدنا جد واجتهاد المتين من المتين لا تأتي وإنت بتشرب قيع القهوة بباب الدار بتجيش بتجيش وأنت قاعد على التليفون والإستجرام وعلى الفيسبوك وكذا والآخره ما بتجي الشغل الشغل على رأي المثل بحكوها الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة فإذا أنا ما أخطيت هاي الخطوة ما رح أقطع الألف ميل بإذن الله عز وجل فإن شاء الله رب العالمين فالكم النجاح وكالعادة لا سهلة اللهم لا سهلة إلا ما جعلته سهلة وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلة فيا رب يا رب يا رب وفق كل طلاب جيل 2007 سواء ما أخذين علوم أرض ولا أحياء ولا فيزياء ولا كيميا لأنها كلها مواد علمية وكلها تحتاج إلى جد واجتهاد وتعب ويلا بينا طيب الدرس الثالث بحكي عن حدود الصفائح في الدرسين الماضيات حلو أنا كل الحصة باجي فيها ألوان جديدة يلا اليوم أختار لكم النهدي آه حلو نفس القميس ممتاز بالدرسين السابقات الدرس الأول حكينا عن أليت إنجرا في القارات وقلنا إنه القارات كانت قارة واحدة وأصبحت سبع قارات أو ست قارات اللي احنا ما نشوفهم الآن إلى أمريكتين وأوروبا وآسيا وإفريقيا والقطب الجنوبي بالإضافة لأستراليا طيب يا أستاذ شو اللي صار معنا احنا عرفنا إنه في عنا الجراف قارات وبعدها رفضت هذه النظرية بعد ذلك برغم الأدلة اللي قدمها وفيقنار أدلة قوية كانت كتشابه بالأحافير وتشابه بالحواف وتشابه بالتركيب الصخرية كجبال الكلدونية وجبال جبال الكلدونية اللي كونت لسلسلة كاملة عندما التقت القارة الأوروبية مع القارة الأمريكية وانتقلنا بدرس الثاني إلى اللي هو بدي أعرف إيش صار معاي بنظرية الإنجراف القاري وهل للعلماء أيدوها ولا لا فطلعت نظرية توسع قاع المحيط وبناء على يفسرنا نظريتين بنظرية واحدة ألا وهو أن توسع قاع المحيط يعتمد على تحرك الغلاف المائع الذي أسفله وهو اللب الخارجي ومن ثم تتكون قشرة بازلتية جديدة هي التي عملت على تباعد الصفائح وهذا واقع وموجود والأدلة التي قدمها العلماء وهاري هسكان يعني من العلماء الذين يقاتلوا لتبرير نظريته وتبرير نظرية فيجنر تمام؟ تمام نيجي الآن على آلية الحركة هاي وحدود الصفائح اللي احنا بنعرفها طبعا ننفرق بين شغلتين بين صفيحة وقارة بين صفيحة تمام؟ وقارة طب شو يعني؟ الصفيحة هاي جيولوجيا تمام؟ القارة جغرافيا قارة على سطح الأرض تمام؟ هاي كثير من نسمعها قارة أوروبا آسيا وهو توزيع جغرافي توزيع جغرافي لكن لكن جيولوجيا بسمي صفائح وهي تعتمد على حدود من؟ المائع أو الغلاف المائع تمام؟ اللي رح ندرسه الآن طيب بقول لك بنية الأرض قبل ما ندخل على آلية حدود الصفائح ننعرف بنية الأرض بنية الأرض تتكون الأرض من ثلاث أنطقة رئيسية أولا القشرة الأرضية والقشرة الأرضية هي نوعان هي نوعان تمثل القشرة الأرضية النطاق الخارجي الصلب للأرض هيها قشرة قشرة تمام؟ ما هي أنواع القشرة الأرضية؟ نوعين محيطية وقشرة قارية طب أستاذ شو يعني محيطية وقارية؟ محيطية أسفل المحيط أسفل المحيط قارية على القارة هيها على القارة يعني أستاذ الصفيحة قد تكون قارية أنا بشوفها وقد تكون محيطية أنا ما بقدر أشوفها؟ أي نعم تمام؟ إذن كم نوعان صفيحة؟ صفيحتين أو صفيحتان عفوا محيطية وقارية الآن رح نأخذ وجه المقارنة بلاتهم من حيث نوعها ومن حيث أماكن تواجدها السماكة والكثافة تمام؟ طيب نأتي الآن على السمك أو نفهم هذه الصورة ممكن يجب ليها بالامتحان القشرة القارية دائما أسمك سميكة جدا تصل في بعض الأوقات إلى 18 إلى 30 كيلو متر سميكة جدا هي من حدود سطح الأرض إلى أعلى الستار تمام؟ طيب القشرة المحيطية شايفون حطها؟ تحت المحيط تحت المحيط ليه؟ هي تحت البحر هي تحت البحر مش تشي تقول لي أستاذ تحت البحر مية بوصلك بوصلك كنت قاعد تفكر عن التفكير البحر مية هو الموجود؟ في قارة إذا هي صفيحة قارية طيب أستاذ مثل إيش؟ أعطيني مثل إيش؟ مثل المحيط الأطلسي تحته في صفائح المحيط الهادي لقيت فيك الدنيا كلياتها بالبحار كلها والمحيطات كلها إيجيت على البحر مية؟ لا إنساك أو بحر الطبرية لا لا هاي البحيرات ضمن قارات ضمن قارات لكن لما نطلع بره القارة زي المحيطات محيط الهادي محيط الهندي الأطلسي هاي كلها أسفلها قشرة محيطية تمام؟ تمام أستاذ طب كيف ممكن تجيلي مقارنة بين أنواع الصفائح؟ القشرة المحيطية أماكن تواجدها أسفل المحيطات طب القارية أسفل القارات طب أستاذ كيف يعني أسفل القارات؟ ما هي هيها؟ أسفل القارات هي أوكي قارة هاي قارة ممكن تكون أوروبا هي أسفلها ما باجي بحكي هون سطح الأرض هون سطح الأرض لكن هون قشرة تمام؟ طيب نوع الصخر المتكون لها تتذكروا بالدرس الماضي شو حكينا عن الصفيحة المحيطية التي تتكونت بفعل توسع قاع المحيط بازلت صخور بازلتية شو نوعها؟ صخور بازلتية أربط أربط الدروس مع بعض الصفيحة القارية بشكل رئيس من صخر الجرانيت شكل رئيس من صخر الجرانيت السماكة سماكة القشرة المحيطية سبعة كيلو متر أما القشرة القرية فيصل إلى خمسة وثلاثين كيلو متر عميقة جدا القرية طيب الكثافة لأنها مكونة من مادة واحدة فكثافتها عدد صحيح ثلاثة جرام لكل سنتمتر مكعب أما القارية لأنها بالأغلب جرانيت وقد نلاحظ صخور رسوبية ومتحولة أخرى راح نلاقيها عدد غير صحيح 2.7 جرام لكل سنتمتر مكعب فهذا وجه المقارنة بين القشرة المحيطية والقشرة القارية تمام؟ تمام النوع الثاني من بنية الأرض أو قلنا فوق اللي هو النطاق الثاني ألا وهو الستار وركز معاي وإذا بتقدر يجيب لك ورقة عشان نعرف تقسيمات الستار يريد يجيب لها الورقة واكتب ورقي تمام؟ طيب يقع الستار أسفل القشرة الأرضية يعني من هون لتحت من هون لتحت أستاذ معناته الستار في القشرة المحيطية أو تحت أعمق من الستار أسفل القشرة القرية أي نعم وهذا الواضح بالصورة تمام؟ أنا أخوفي هاي العادة بتوقعني إذن يقع الستار أسفل القشرة الأرضية يمتد إلى عمق 2885 كيلومتر ليه؟ لأنه نصف قدر عالي قطر الأرض تقريبا 6000 كيلومتر فإنت بتحكي عن 2285 كيلومتر هو الستار هو الستار وهسا رح نأخذ رسمة فيها تفصيلة كاملة أقسام الستار الستار العلوي والسفلي والذين يختلفوا بالخصائص الفيزيائية يختلفوا بالخصائص الفيزيائية يعني يعني الستار هاي أول تكسيمي لأيله الستار عنا جزئين علوي وسفلي تمام هذو ولا الثنين متشابين بالخصائص الفيزيائية لا مختلفين بالخصائص الفيزيائية تمام بايل أذكر خصائص الستار العلوي هاي هاي أذكر خصائص الستار العلوي تمام نيجي الآن على أذكر خصائص الستار العلوي أذكر خصائص الستار العلوي يمتد من أسفل القشرة الأرضية حتى 700 كيلومتر يعني أنا عندي قشرة محيطية وهنا قرية من عند حدها إلى الأسفل لغاية 700 كيلومتر هذا اسمه ستار علوي شو اسمه؟ ستار علوي من عندي القشرة المحيطية لعند 700 كيلومتر برضه شو اسمه؟ ستار علوي تمام؟ تمام يمتد من أسفل القشرة الأرضية حتى 700 كيلومتر ديروا بالكم الدرس هذا في أقام كثير بعينكم الله كل رقم اسلخوه 100 مرة تكرار كل مرة بتيجي تسأل حالك مثلا عمق الستار العلوي 700 عمق الستار العلوي 700 700 شو هم؟ عمق الستار العلوي 700 شو هم؟ 700 عمق الستار العلوي تمتد من القشرة إلى 700 كيلومتر تمام؟ الجزء العلوي قسم قسم ستار العلوي إلى جزئين عفوا هذا في ستار علوي وسفلي والعلوي في أيضا أي نعم في عندك ها في عندك نوعين لستار العلوي تمام؟ الجزء العلوي والجزء السفلي كل ها ترى عشان يفسر لك حضرة فينغنر وحضرة هاريهس اللي هم آلية الحركة تمام؟ طيب الجزء العلوي الجزء العلوي من الستار العلوي تشبه خصائصه القشرة الأرضية يعني زي قارة أو زي القشرة المحطية وحالته صلبة يتكون من صخر البيرو دو دايت البيرو قسمها البيرو دايت ويمتد حتى 100 كيلومتر يعني من هون لغاية 100 هذا شو مسميه؟ ستار ليش؟ الستار العلوي الجزء العلوي هذا كله علوي جزء العلوي هذا يعني يا أستاذ الباقي من 100 إلى 600 كيلومتر هو جزء سفلي؟ أي نعم وهذا من 100 إلى 700 كيلومتر هذا شو مسميه؟ جزء سفلي تمام؟ تمام ماشي؟ ماشي الجزء السفلي يسمى الغلاف المائع هذا هيا ته هاد يسمى الغلاف المائع طبي أستاذ بالنصورة هاي تستعجلش هاي ها تمام يسمى الغلاف المائع هاد يسمى جزء سفلي ويسمى غلاف مائع يمتد من عمق 100 كيلومتر حتى عمق 700 كيلومتر يعني فعليا الجزء السفلي سماكته 600 كيلومتر تمام؟ سماكته 600 لأنه قال لك يمتد من 100 إلى 600 إلى 700 ويكون في الحالة اللدنة أيوة نرجع الوحدة الثانية اللدنة شو اللدنة؟ في عين سلوكين للصخور سلوك هاش و سلوك لدن تذكروها تمام؟ إذن الستار العلوي ينقسم إلى قسمان الجزء العلوي والجزء السفلي الفرق بينهما أن الجزء العلوي يشبه بخصائصه تركيب القشرة الأرضية اثنين حالته صلبة ويتكون من صخر البيردلايت ويمتد إلى 100 كيلومتر أما الجزء السفلي من الستار العلوي يسمى الغلاف المائع تمام؟ ويمتد من عمق 100 كيلومتر إلى 700 كيلومتر أي بمعنى آخر السمق تاعة و 600 كيلومتر تمام؟ ويكون في الحالة اللدينة أركز لي عجزء السفلي هذا تمام؟ تمام ما هو الغلاف الصخري؟ اسمعنا بالدرس أو بالسنوات السابقة في عنا شيئين غلاف صخري وغلاف مائع وأعتقد أنه أنت الآن سر تعرف شوه الغلاف المائع وما المقصود به طيب، الغلاف الصخري هو الجزء الصل من الأرض ويشمل على القشرة الأرضية وأعلى الستار اللي هو هذا؟ من؟ يعني لما نيجع الرسمي اللي تحت غلاف الصخري من هون لهن ليه؟ لأنه هاي يعني من هون من هون لأش المحيط ما بدنا المحيط خلي المحيط لحال تمام؟ هذا شو ما نسميه؟ غلاف صخري هاياته من هون لهن هذا كله من سميه غلاف صخري يمتد أو الجزء الصلب نسميه جزء صلب من القشرة أو من الأرض لأنه فعليا القشرة القرية والمحيطية بالإضافة للستار العلوي هو الحال الصلبة تمام؟ تمام نجي نكمل هون أذكر خصائص الستار السفلي ما احنا قلنا فوق خصائص الستار العلوي تحت ستار سفلي يعني الآن على الجزئية الثانية اللي موجودة هون تمام؟ بقولك يمتد الستار السفلي من نهاية الستار العلوي أي بمعنى آخر من 700 كم وحتى 2885 كم طب قديش الفرق بيناتهم؟ تقريبا نحكي عن 1150 كم ما بين السماكة تاعة الستار السفلي اطرح 2885 ناقص 700 كم سماكة الستار السفلي؟ 5 8 1 2 2185 سماكة الستار السفلي وهو أكثر شخونة وكثافة وصلابة من ستار العلوي من ستار العلوي هيك خلصنا الستار عنا الستار نعين ستار علوي وسفلي وعنا العلوي ينقسم إلى ها العلوي ينقسم إلى نعين علوي وسفلي لكن السفلي ما عنده أقسام ما عنده أقسام انتبه تمام؟ نجعل لب وهو المكون الثالث للأرض تمام اذكر خصائص اللب يمتد من عمق 2885 حتى مركز الأرض أي بمعنى آخر 6371 كيلومتر تمام ينقسم إلى جزئين جزئين لغة صحيحة ولا لا أو جزئين لب خارجي ولب داخلي وهذا الحكي أخذناه سابقا داخلي وخارجي تمام طيب جدول المقارنة بين اللب بين اللب الداخلي والخارجي إذا كنا نحكي عن الحالة الفيزيائية مش الحلة طبعا هم في خطأ عدوها الحالة الفيزيائية اللب الداخلي صلب اللب الخارجي حالة سائلة هذا له كمان دور في حركة الصفائح اللب الخارجي وغلاف المائع حسنا رح نجعله المكونات للب الداخلي من عنصرية حديد والنكل بشكل أساسي حديد ونكل وعناصر أخرى مثل الكبريت والأكسجين والسيليكون ومن حكمة ربنا أن الحديد متواجد في باطن الأرض هاي معلومة على جانب خلوها لألكم الحديد متواجد في باطن الأرض بشكل حر ليس متواجد على سطح الأرض عشان هيك بالعاشر وبالتاسع قلنا لكم أن الحديد ليس معدن طبع عشان يطلع على سطح الأرض كيف ده يطلع لازم يتفاعل مع الأكسجين ويعطينا أكاسيد الحديد ويخرج على سطح الأرض هاي حكمة ربنا هيك ربنا أرادله تمام طيب هاي الصورة قلنا أول شيء الغلاف الصخري من هو جزء الصلب من الأرض الغلاف المائع يمتد من 100 كيلو متر حتى 700 كيلو متر وهذا اللي سميناه فوق إيش؟ سميناه الستار العلوي السفلي هايوه الستار العلوي ها ما قسمناه لقسمين الستار العلوي السفلي تمام؟ اللي هو غلاف مائع من سميه طيب هذا كله ستار هذا كله ستار جزء منه جزء منه سمى غلاف مائع هايوه تمام؟ هننغيين اللون هايوه من مائع يسبعم مائع طيب أستاذ كيف تجي هاي الرسمة؟ ابتجيك بألقامها بكتباتها استخرج بس تمام؟ طيب الستار السفلي هايوه من سبعمية إلى الفين وثمامية وخمس وثمانين راح تقول لي أستاذ طيب ما هو أنت فوق قلت لي ستار سفلي يا حبيبي يا طالبتي يا عزيزي يا عزيزتي اللي فوق ستار علوي سفلي الجزء السفلي من الستار العلوي الجزء السفلي من الستار العلوي ليه؟ لأنه احنا قلنا الستار ينقسم إلى قسمين جزء أو بنسميه ستار علوي وهنا ستار سفلي الستار العلوي قلنا ينقسم إلى قسمين جزء علوي وجزء سفلي هذولا الثنين اللي هم فوق اللي هم الستار العلوي اللي قسموا الكتاب إلى غلاف مائع وقد يكون غلاف صخري لأنه جزء منه صلب وجزء منه مائع اذكروا أما الستار السفلي الذي يمتد من سبعمائة كيلو متر إلى 2885 هذا بنسميه كله ستار سفلي تمام؟ اللي هو هذا اللي هو هذا طيب نأتي الآن على الثرثة اللب الخارجي يمتد من 2885 كيلو متر إلى 5155 كيلو متر هذا شمسميه لب خارجي وهو وسائل يتكون بمكوناته الأساسية من الحديد والنيكل هنا اللب الداخلي مادة صلبة قلنا عنه أيضا عنا غير الـ NI والـ FE في عنا الأكسجين والكبريت وأشفي عنا كمان هاياتو والكبريت والسيليكون الأساءة يعفونا تمام؟ هاي هي مكونات القشرة الأرضية كاميرا من سطح دارنا من السفينة اللي هون لآخر نقطة في مركز الأرض تمام؟ يعني هاي النقطة تمثل مركز الأرض طبعا اعرفنا شو جزئية ومكونات القشرة الأرضية ننتقل للموضوع اللي بعديه الربط بعلم الزلازل الربط بعلم الزلازل استخدم العلماء المعلومات التي تم الحصول عليها من دراسة سلوك الموجات الزلزالية في بطن الأرض في درس كامل كان زمان أيامنا اللي هو دراسة أنطقة الأرض الزلاز تمام؟ عن طريق الموجات الزلزالية وهذا حذف من منهاجكم وطلعوا ولكن الملخص بده ياك تعرف إنه من خلال الموجات الزلزالية وسلوكها توصل العلماء إلى تعرف بنية الأرض تحديد أنطقتها الرئيسية الثلاث وتوصله إلى وجود انقطاعات بين هذه الأنطقة حيث تتغير سرعة الموجات تغيرا مفاجئا منها نطاق موهو الذي يفصل القشرة الأرضية عن الستار وين القشرة الأرضية عن الستار؟ وين موقعه؟ هيا عفوا هيا سوريا نحكي الستار قلنا سمكه 700 كم تمام؟ نطاق موهو يقع بين نحكي الجزء الصلب من القشرة الأرضية والستار تمام؟ فبالتالي نطاق موهو يقع وهي والد أنه يجي لك بين مين ومين يقع نطاق موهو عفوا بين القشرة الأرضية والستار ونطاق غوتنبرغ الذي يفصل الستار عن اللوب وين الستار عن اللوب؟ هيا ته هذا هنا نطاق شم يسميه؟ نطاق غوتنبرغ تمام؟ طيب إذن عرفنا كيف يعرفوا العلماء هاي الأنطقة الثلاث وقلنا إنه من خلال دراسة علم الزلازل وسلوك الموجات وتبين أيضا هناك أنطقة ما بين الستار والقشرة وما بين اللوب والستار هاي الأنطقة وجدوا فيها اختلاف تغير مفاجئ كبير بسرعة الزلازل وأدى إلى تسميتها بأنطقة وليست طبقات الآخر تمام؟ في صفحة 73 عندكم والله شوف قديش ضايل 13 و 11 يعني كمان خمزة جالج من خلص الحصة لأن هذا درسة طويل راح تقسمه لثلاث أقسام صفحة 73 أصفح الحالة الفيزيائية لكل من الغلاف الصخري والغلاف المائع الغلاف الصخري في الحالة الصلبة هيا ته أما الغلاف المائع في الحالة اللذنة تمام؟ طيب أنا برأيي بدي أوقف هون والمرة الجاي بدي أبلش بنظرية الصفائحة التكتونية عشان ما نعجق ندمج هذول الحستين مع بعض تمام؟ أنتم مائلكم بهذا الحك هذا الحكي للمنتاجة الله يرضى عليكم تمام؟ الله يسعدكم يا رب لهون راح أوقف ليش قررت أوقف فجأة؟ لأنه الموضوع اللي بدأدخل عليه موضوع يحتاج إلى فنجان قهوة أو كاس تنس كافي مخمخة ورقة قدامك الملخص قدامك تكتبع لملاحظاتك تمام؟ تمام فهذا هو الموضوع الأول وهو معرفة أنطقة الأرض الثلاث وكيف تمت دراستها من قبل العلماء دمتم بألف خير اللهم لا سهل إلى ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل اللهم يا رب وفق جيل 2007 إلى ما تحب وترضى يا رب يا رب فرحوني فرحوني هيك يا رب المتنات عفق تكون آخر فصل وإنت وإنت قدها بإذن الله عز وجل فإن شاء الله رب العالمين نلتق بكم بحسة قادمة دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر